السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمود ربيع لو عمحتاج شجرة ليمون تفضل تسمر عندك طول العام هقول لك شجرة الليمون القزمي الشجرة دي بتسمر من السنة الاولى انتجه غزير جدا كتير جدا وتصلح طبعا للزراعة في المنزل طولها ما بتجاوز المتر ونص تقدر انت تزراحها فوق السطح في البلكونة تقدر انت تزراحها لو ما عندكش اي مكان لانها تنفع في اسقيص لان الناس كتير جدا بتسألني فده تنفع في اسقيص طبعا ده ممكن تعمل اكتفاق ذاتي عندك على الليمون وطبعا تصلح للأسطح والحضائق وكل مكان ما تنساش يدعمنا باللايك والشير وشارك وكل جديد طيب خش على الاناية طبعا الاناية بتاعتها سهلة جدا زيها زي شجرة الليمون وعلى فكرة هي بتتحمل الاجواب بتاعتنا يعني هي حاليا متوفرة في المملكة العربية السعودية سعرها بمعدل 100 دولار سعرها بمعدل شوف انت حسب الدولار عندك بكام وحسبها لحسب عملاتك بس سوا بمعدل 100 دولار والعناية بقى سهلة جدا بالنسبة للراي بنسقيها كل يوم مرة واحدة باشر في الصيف في الشتاء كل 3 اربح ايام تاني حاجة بالنسبة للتسميد التسميد بنسمدها 3 مرات يا جماعة يعني هي الشجرة بالزبط زي ما هي بنحصل فيه الشجرة العادية هي هي بتاخد التسميد فبنسمدها 3 مرات في العام عشان يكون انتاجة غزير وعلى فكرة كل ما تشيل منها الصمار بتدفع صمار جديدة وبتدفع لان هي بتزهر مرتين في العام بدا ترح مرتين في العام يعني هي بتزهر من في الصيف وفي الشتاء فده من غزيرة جدا زي ما تشايفين كده طب هل هي بتتعقل هي هي بتتزرع لها يا جماعة دي بتكون مستورة عشان كده بيكون سعرها غالي بتكون مستوردة بيكون سعرها غالي فهي ممعدل في ملاقة العربية السعودية بمئة دولار احسب العملة عندك واحسبك والعناء بتاعتها تسهلة جدا وبتنفع على فكرة يعني زي ما بقولك هي موجودة في المناخ العربية السعودية لذا هي بتتحمل الاجواء الحر يعني تنفع في العراق والجزائل وتنفع في كل مكان طب لو عبت النيت تساعد عليها يسأل عليها في اقرب ماشتن ليك وهو ان شاء الله يتوفر ليك على فكرة في ناس كتير جدا بتغش بتاع المشاكل بيروح يعملوا زي ترقيد هواي الاشجار وقولك دي شجرة ليمون قزمي فدي تخلي بنا زي ما انتم شايفين كده هي تقوى يكون بيبيع عليك بسعر غالي ازاي شدعمنا باللايك والشير وشارك وكل جديد ان شاء الله واي سؤال سجله في الصفحة تحت وانا هرد عليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته